احنا بحضر لكم حلقة جديدة من رقم 10 بداية كده اي كلام يحصل ضد محمد صلاح في مبلغات هو كلام مرفوض ومش منطقي ومش صحيح ومش عائل اللي يتكلم فيه ليه؟ انت تتكلم دلوقتي ان اللاعب المهاجم في منتخب مصر هو اللاعب الافضل في العالم حاليا هو اللاعب الافضل في البريمير ليج لو انت فكرك انك في المكانة او انك تقدر او انك تقول ان محمد صلاح مش قوي مش بيلعب كويس مع منتخب مصر لا ما يقدر شرعب مع منتخب مصر لا ما يحب شرعب مع منتخب مصر لا ما يحب يلعب مع الليفر كل ده كلام انا اسف انا اسف كلام فارغ ليه؟ انه محمد صلاح هو اللي وصلنا كاس العالم اللي فات افكرك بس يعني الراجل احنا كنا مسجلين سبع اهدف في التصفيات هو مسجل منهم خمسة وصانع اتنين بنسبة 100% مشاركة في الاهدف بتاعت منتخب مصر لما سفرنا كاس العالم جاب هدفين وعادي الهدفين اللي جابهم دول عادي مع كامل الاحترام طبعا للكابتن الكبير كابتن مجدى عبدالغاني حتى هذه اللحظة نحتفي بهدفه في كاس العالم تسعين الراجل مع منتخب مصر جاب هدفين في اخر نسخ من كاس الأمم الأفريقية محمد صلاح اخر تلت نسخ في كاس الأمم الأفريقية محمد صلاح مسجل ستين في الماء من اهداف منتخب مصر ففكرة اصلا انك تجي تقول لي محمد صلاح ما عملتش حاجة مع منتخب مصر يبقى انت مش عارف حاجة يبقى انت مش مذاكر محمد صلاح طيب هل محمد صلاح بينزل الملعب المفروض يبقى الكابتن مجد يعني ياخد الكورة من اول الجون ويفضل ينط فكنة الكابتن مجد الكرتون ده اللي هو ينط لوحده ويبصل يعدي من 4 لعيبة بينزله من تحت رجليه ويعدي من 5 بينتهم ينطه من فوقه ده اللي المفروض يعني محمد صلاح يعمله ده العادي يعني لو المنظومة كلها فيها خلل محمد صلاح مش هيعمل حاجة لو الفرقة كلها والمنتخب كله وحش محمد صلاح مش هيعرف هيعمل حاجة لو فيه مدير فني برة بيخترع وبيقلف محمد صلاح مش هيعرف هيعمل حاجة وبعدين فيه جملة جديدة تقالب بعد مباراة منتخبنا الوطن الأولى فيه كاسر أمرافكا أمام المنتخب الناجيلي لو محمد صلاح بمقال أنه لعب كبير ولعب عالمي وأفضل لعب في العالم اللي يخليه ينفذ الكلام بتاع كيروش مايلعب هو مزاجه بقى ده كلام بقى ده كلام يقول لك أصله محمد صلاح كان ممكن هو يروح جناح بقى وإن ده مصطفى محمد يرجع مكانه الأساسي وياخد هو القرار ده في الملعب احنا مؤجرين ساعتين ما فيش مدير فني قاعد برة طب لو المدير فني قال تعالى محمد صلاح يطلع برة بقى شانت ما نفذش تعليمات يا محمد صلاح يقول له لأ عشان أنا لعب كبير ولعب عالمي وأحسن لعب في العالم سارة أو كل نتيجة سلبية بيتعرض لها منتخب مصر نمسك في رقبة محمد صلاح انت السبب انت اللي ما كسبتناش انت اللي خسرتنا انت اللي خليتنا نتعادل كلام ده مش منطق يعني نفس اللي بيحصل مع محمد صلاح ده هو اللي كان بيحصل مع ليونيل ميسي في الأرجنتين بالزبط بالزبط جماهي الأرجنتين مستنية من ليونيل ميسي وسطورة الأساطير أفضل لاعب في التاريخ أنه ينزل يخترع الزرة ما انت ميسي بقى فالعب لوحدك وروح سجل أهداف دي فرقة كورة فرقة من حضاشا اللاعب ومدير فني برا لو الأمور مش متزبطة كلها اللاعب ان انت مستني منه قدرات خارقة مش هعرف أصلا يطلع قدرات عادية مش قدرات خارقة لو الفرقة كلها فيها مشكلة ده ده المنطق دي كورة يعني احنا بتشوف محمد صلاح عبقري في الليبر عشان فيه منظومة كاملة بمدير فني قاعد برا رائعين وهيلين وبيعملوا نجاح كبير وكل اللي في الملعب نجوم عشان كده صلاح بيقدر يحط الحتة الزيادة يعني بيدي مستوى حلو زي بقى اللاعبين اللي جنبه ويدي كمان عليها حتة الزيادة لك احنا اصلا مش عارفين نخلي محمد صلاح يوصل للجوم هتقول لي ما هو في المباراة المنتخب النجيري ما عامدش اداء عظيم طبعا ما عامدش اداء عظيم عشان اولا هو كان محتوط غلط واللي بيلعبه معاه لعبه غلط واصلا بالمناسبة يعني هو محمد صلاح ما قدمش مستوى كبير في المباراة بس حاسماها مباراة ما هو محمد صلاح مع الليفر برضو فيه مباراة بيلعبها وحش مش لازم يعني كل المباراة يبقى رائعة فيها ميسي نفسه ما بيعمدش كل المباراة بشكل رائع كريسان ونالدن ما بيعمدش المباراة كلها بشكل رائع فيه مبالغات دايما على محمد صلاح ان شاء الله محمد صلاح يوم 17 بإذن الله يبقى أفضل لعب في العالم رسميا يعني في جايزة زباست بس نهدى شوية على الراجل يا جماعة ده يعني ما شفتش كده ده مفهود محمد صلاح ده يعني ايه يعني قد ترخير الزمن وفرحانين بيه الراجل اللي بعرقه وتعبه اجتهد عشان يوصل للمكانة دي ويفيد بيها منتخب مصر على مدار السنوات اللي فاتت محمد صلاح السنوات اللي فاتت دي مع منتخب مصر هو النجم الأول هو الهداف الأول هو أكتر اللعيب عمل أهداف لمنتخب مصر فنهدى بقى نهدى عم حمد صلاح احنا يعني مع كامل اللي احترام محدش يزعر مني يعني فيه لعيبة تانية بس عشان بتلعب في أندية مصرية بدون ذكر أسماء يعني محدش هيجيب سيرتهم محدش هيقول ان هم كانوا وحشين عشان هم يعني ده ده فرقتي ده بيلعب في فرقتي فمش هتكلم عنه وحش للأسف يعني محمد صلاح عشان مالوش فرقة يعني فممكن لهم انه محمد صلاح ده المفروض جماهرياته مش في مصر بس في الوطر العربي وفي القرى وفي العالم مفروض كلنا أصلا نحبه أكتر من كده يعني أبتكلم على القلة القليلة الكلام ده كله كان على القلة القليلة اللي هاجمت محمد صلاح خلال 48 ساعة